بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعزائي طلبة المكينيك الكمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا في دروس الperturbation theory والتصحيحات الطاقة في ذرة الهايدروجين أخذنا سابقا الفاين ستركتشر وذكرنا كيف يؤثر على مستويات الطاقة لكن تأثيره كان طفيف جدا لكنه مهم في بعض الدراسات الدقيقة أخذنا أيضا عندما يؤثر مجال مغناطيسي ضعيف على ذرة الهايدروجين أو على الذرات بشكل عام على الإلكترونات في الذرات بشكل عام كيف أن هذا المجال المغناطيسي يعمل splitting لمستويات الطاقة اليوم بدنا ندرس تأثير آخر يسمى الhyperfine splitting أو ما يسمى الفصل فوق الدقيق الفصل فوق الدقيق في هذا الhyperfine splitting سندرس أو هو بالأخص هو عبارة عن interaction تفاعل between the magnetic field by the proton المغناطيسي المتولد عن البروتون بسبب بسبب its spin بسبب الزخم الزاوي الذاتي لذلك البروتون الـ spin والذي يتفاعل مع المغناطيسي الـ dipole moment of the electron هذا يؤثر في الـ dipole magnetic moment of the electron الآن يا جماع المغناطيسي dipole moment of the proton يجب أن نحسبها من أجل أن نحسب المغناطيسي في ذلك ناشئ عنه طبعاً هو راح يكون ضعيف حقيقة راح يكون ضعيف فالمغناطيسي dipole moment of the proton هذا هو الـ dipole moment الناشئ عن البروتون الناشئ عن البروتون هو نفس المغناطيسي dipole moment الناشئ عن الالكترون فبدل الـ G-E الـ G-factor للالكترون هنا G-factor بالنسبة للبروتون G-factor بالنسبة للبروتون في شحنة البروتون اللي هي موجب E على 2MP 2MP اللي هي كتلة البروتون في الـ spin للبروتون طبعاً الـ spin للبروتون هو نصف هو نصف يمتلك spin يساوي نصف والالكترون أيضاً يمتلك spin يساوي نصف فهذه الجسيمات of spin half الآن الـ G-factor of the proton اللي نسميها GP هاي المذكورة هنا تساوي 5.59% 5.59% بينما للالكترون جيد الالكترون تساوي 2 2 هنا 5.59% تذكروا هذه القيمة قيمة أكبر من الـ 2 تساوي طبعاً ببعض التجارب وبعض النظريات فهو جد بأنه تساوي 5.59% الآن من نظرية النظرية الكهرومغناطيسية من النظرية الكهرومغناطيسية هذا الماينتك دايبول مومنت الناشئ الذي الذي يمتلكه البروتون يمكن أن يولد مجالاً مغناطيسياً في المنطقة المجاورة وهذا المجال المغناطيسي طبعاً من النظرية الكهرومغناطيسية يعطى بالعلاقة التالية اللي هو عبارة عن الميونوت على أربعة باي آر تكعيب في الآر تكعيب اللي هي بعد النقطة التي سيتولد المجال فيها أو بعد النقطة اللي مراد دراسة المجال المغناطيسي فيها الناشئ عن البروتون بعدها اللي عادة تساوي نصف قطر المدار الإلكترون في ثلاثة ميو كمتجة ميو اللي هو الدايبل مومنت في هذه الحالة راح نأخذ ميو بي بس هنا أنا كتبت العلاقة بشكل عام هاي راح تكون المغناطيسي مومنت الناشئ عن البروتون فإحنا كتبناها بشكل عام فالماغناطيك دايبل مومنت دوت آر هات بالاتجاه آر هات ناقص الدايبل الماغناطيك دايبل مومنت كقيمة ممتجة زائد اثنين ميو نوت اللي هي النفاذ السماحية الماغناطيسية للوسط للفراغ على اثنين على ثلاث ميو اللي هي عبارة عن الماغناطيك دايبل مومنت في دلتا تكعيب آر دلتا تكعيب آر اللي هي دلتا فانكشن الآن الـ الماغناطيسية حاملتونيون عرفنا الآن كيف بدنا نطلع البية اللي هو الماغناطيك فيلد الناشئ عن الماغناطيك دايبل مومنت فالآن الهاملتونيان الذي يعبر عن هذا التفاعل هو عبارة عن هاملتونيان ضعيف جدا فلذلك راح يكون عبارة عن pair-teared هاملتونيان pair-teared اللي هو هاملتونيان الاضطراب وهملتونيان الاضطراب بدأسميه hyperfine splitting هاملتونيان hyperfine فسميته h' hyperfine hf والذي يساوي هذا العلاقة ترى أخذناها سابقا أخذناها سابقا لما أخذنا درسنا زيمن effect ودرسنا علاقات أخرى سابقة تساوي هاي السالب minus mu e dot b للنشع عن البروتون p الآن الميو e معروفة درسناها سابقا هي تقريبا نفس العلاقة اللي هي عبارة عن ناقص e على m في s e s e لأنه g لل e تساوي 2 2 مع 2 راحة وفضل للإشارة السلبة اللي هي إشارة إشارة الشحنة إشارة شحنة الإلكترون الآن لو كتبت هذه العلاقة لو كتبنا هذه العلاقة بي كتبناها بدلالة السبين كتبناها بدلالة السبين شو راحة تطلع هنا راحة تطلع عني ال g p راحة تطلع عامل مشترك للخارج ال e راحة تطلع عامل مشترك للخارج وال 2 m p راحة تطلع عامل مشترك للخارج فتصبح هنا ثمانية buy mp 3 R تكعيب R تكعيب وهنا راح تصبح sp.rhut وهنا SP وهنا نفس العملية اللي عبارة راح تكون SP طبعا في مضروبة في immune note G على 3 MP فهذه العلاقة لما تضربها الضرب نقطي في الميو E الميو E شو هي هي عبارة عن ناقص E الناقص مع الناقص هنا أصبحت موجب فأصبح هذا الهاملتوني موجب E على أصبحت E على M للإلكترون كتلة الإلكترون في إيش في ضربا نقطيا في البي أوف بروتون البي أوف بروتون والضرب النقطي هذا احنا عارفينه كيف فهاي فيها SPIN للإلكترون هاي فيها SPIN للبروتون بروتون فراح تصبح هنا spin البروتون dot r hat spin الالكترون r hat وهنا spin البروتون dot spin الالكترون spin البروتون dot spin الالكترون وهنا عبارة عن spin البروتون الآن لحظوا هاي هي العلاقة هاي هي طلعت كما ذكرناها سابقا هاي الثوابت هاي الرقم ثمانية هاي الثلاثة هنا كان في اثنين راحت مع الاثنين اللي جاي من الماقناتك دايب المومنت البروتون فاصبحت بهذا الشكل الآن يا جماعة هذا هو الهايبرفاين او بيرثيرد هاملتونيان اذا بدي احسب الكوريكشن للطاقة رايح احسب فقط الفيرست الانيرجي فيرست اوردر كوريكشن وهو مور دان انف لحساب هذا الكوريكشن لانه اصلا ضعيف جدا ضعيف جدا فالآن لما نحسبها هي عبارة عن الاسبكتيشن فاليو الاسبكتيشن فاليو لله برايم وتساوي هذه القيم اللي طلعتها برا الاسبكتيشن هي قيم ثابتة قيم ثابتة لا تتأثر بالاسبكتيشن وهي القيم الميو نود جي بي هاي كلها قيم ثابت طلعتها للخارج الآن لاحظوا يا جماعة في الاسبكتيشن في الاسبكتيشن لما تكون الان تساوي واحد والل تساوي صفر هنا or any other state any other state لكن الال تساوي ايش تساوي صفر الال تساوي صفر اللي هو الاسمي مثل الوانتم نمبر يساوي صفر الويف فونكشن في هذه الحالة راح تكون عبارة عن سفيركلي سيمتريك سفيركلي سيمتريك كما أخذناها في الهيدروجين أتم لما درسنا الهيدروجين أتم الاثري دايمينشن لما أخذنا السفيركال هارمونيك راح تكون عبارة عن سفير سفير فهاي سفيركلي سيمتريك في هذه الحالة إذا كانت سفيركلي سيمتريك راح تطلع الال تساوي صفر راح تساوي صفر طبعا هاي موجودة في هومورك أرجو أن ترجعوا لها بل كي يقدروا تتحلوها طبعا هو موخذ بطريقة رياضية ما يهمني أنا الحل الكثير يهمني أني أصل للنتيجة لكن أنتو كطلاب ممكن أنه أو يجب أنه تهتموا بالطريقة اللي حصل فيها على الصفر فحاولوا يرجعوا لها ممكن تلاقوا حلولها أيضا على النت الآن شو يبقى يبقى الـ Expectation Value الأخرى اللي هي SP.SE في بصاي 0 لأنها مضروبة في دلتا R دلتا R دلتا R هاي لن تكون لها قيمة إلا لما تكون الـ R تساوي صفر هاي فكتبناها بصاي أوف زيرو بصاي أوف زيرو تربية ليش؟ لأنه هنا راح يكون في عندي آل لما نعمل لها ساندويتش لما نعمل لها أم Expectation Value راح تكون هنا بصاي كونجججج في بصاي بصاي اللي هي البراء بصاي في هذا المقدار في بصاي فبصاي في بصاي طلعت بصاي من دلست تربية والSpin هذا طلع للخارج لأن هذا الSpin لا يعتمد على الCoordinates فلن يؤثر في الPsi ولن يتأثر بها لذلك طلعت الSpin لحال وطلعت الWave Function لحال لكن هذه الWave Function بسبب الDelta Function أصبحت Psi of Zero الآن لحظوا يا جماعة الPsi of Zero نحن ذكرنا بدنا نأخذها للGround State للN تساوي 1 بمعنى آخر الL تساوي 0 والM تساوي 0 مقدارها هاي مقدارها 1 على By A تكعيب ارجعو لها إلى المحاضرات أولى المحاضرات اللي أخذناها في هذا القرص ستجدوا أنها تساوي 1 على By A تكعيب والA ما بدي أخوذ فيها كثير هي عبارة عن البور راديس البور راديس الآن الExpectation Value يا جماعة الExpectation Value للS P.SE كيف بدنا نحسبها؟ لا نستطيع أن نحسبها مباشرة لكن أنا أعلم أنه هاي عبارة عن Spin Half Particles الSpin Half Particles ممكن أن نحصل على هذا الضرب النقطي كما أخذنا سابقاً أنه أخذ Total Spin لها Total Spin لهذه الجسيمات اللي هي للإلكترون والبروتون هي عبارة عن Spin الإلكترون زائد Spin البروتون طبعاً الSpin صعب أني أوجد له قيمة متوقعة اللي أقدر أوجد لقيمة متوقعة هو الأستربية فلذلك طلعت عنا سهلة جداً أنه نأخذ ضرب نقطي أو ضرب داخلي للS تصبح S تربيع هنا تصبح S تربيع شو راح تساوي؟ راح تساوي S E تربيع فهاي راح تطلع إذا ضربناها ضرباً نقطياً S تربيع تساوي S E الكل تربيع زائد S P الكل تربيع اسمين للبروتون زائد 2 S E نقطة S P S E dot S P ممكن نكتبها capital 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 لتار capital وهنا شو زائد الآن لاحظة يا جماعة س P S P هيا طلعت معنا فممكن أن أأخذها لما تجري حل هذه المعادلة تطلع معك S P dot S E تساوي نصف S تربيع ناقص S E تربيع ناقص S P تربيع الآن S يا جماعة المجموع لأنه high spin half spin half راح يكون المجموع لها يا أما يساوي صفر أو يساوي واحد لأنه S راح تكون محصورة بين القيمة المطلقة لل S P ناقص S E والتي تساوي صفر و S والقيمة العليا هي S E زائد S P ولا تساوي نصف زائد نصف وتساوي واحد في هذه الحالة الصفر شو نسميها الصفر نسميها single state والواحد نسميها triplet state وهذه أخذناها سابقا أخذناها سابقا الآن لاحظوا يا جماعة راح تكون S P S E كقيمة متوقعة راح تساوي H بار تربيع على اثنين قيمة المتوقعة القيمة المتوقعة لل S تربيع هي عبارة عن S في S زائد واحد القيمة المتوقعة لل S E تربيع تساوي نصف في نصف زائد واحد وتساوي ثلاث أرباع ونفس العملية هاي راح تساوي ثلاث أرباع H بار تربيع فراح تطلع اثنين ضرب الثلاث أرباع وهي الإشارة السالب بينهما وال H بار تربيع طلعناها عام المشترك في الخار فإذن هذه القيمة المتوقعة لل S P S E خلينا نرجع ونعوض في الطاقة خلينا نرجع ونعوض في الطاقة لما تعوضها في الطاقة هنا عفوا الطاقة هنا التيرمي الأول هذا كله طار بقي عنا ميو نوت في جي بي في في ال H بار تربيع يجتنا من ال S دوت S مزبوط ولا لا وفي عنا ال باي يجتنا وفي كان عنا باي بالأصل راحا مع بعض هيا في عنا باي يجتنا من بصاي 100 وتوقع أنه لا ما كان في عنا باي ما كان في عنا باي الآن في كان عنا ميو نوت ميو نوت هذه الميو نوت حولناها إلى إبسلون نوت و سي تربيع إبسلون نوت و سي تربيع ف السي تربيع شو تساوي سي تربيع تساوي واحد على ميو نوت إبسلون نوت إذن الميو نوت تساوي واحد على إبسلون نوت سي تربيب الآن في عنا باي في عنا بعض المتغيرات كلها دمجناها وجعلناها بور ريديس ارجع للبور ريديس جعلناها هي عبارة عن بور ريديس لكن احنا في الحقيقة كان في عنا هنا نعم كان في عنا هنا ايضا اي تربيع هذه راحت بالبور ريديس والبور ريديس يتطلب انه يكون في عنا كتلة كتلة لكتلة الالكترون فاخدنا كتلة الالكترون على كتلة الالكترون راحت كتلة الالكترون اللي بالمقام ظلت عنا كتلة الالكترون في البسط فاصبحت هنا ام تربيع انا اتحدث لما تكون الاي في المقام هنا فاصبحت المعادلة بهذا الشكل حاولوا انه اكتبوا حاول اكتبوا A قوة 4 اكتبوها بدلالتها راحين تجدوا انه رجعنا الى الى هذا الكونستان الى هذا الكونستان نفسه الان لاحظوا يا جماعة ال H bar تربيع طلعت وفيه كان عندي اثنين طلعت الان لاحظوا هذه القيمة لما ال S تساوي لل Singlet شو راح تطلع هايا جماعة راح تطلع عبارة عن 3 على 4 السالب 2 طلعت لبرة ف2 مع 2 راح تظل عندك H bar تربيع وفي الداخل ناقص 3 على 4 فاذا لما تكون Singlet راح تطلع سالب 3 على 4 سالب 3 على 4 لما تكون 1 في 1 زائد 1 2 2 هاي ومع الثنين هاي راح تعمل مشترك مع الثنين بالخارج مضبط لله شو ظل لي 1 ناقص 3 أربع شو تساوي 1 ناقص 3 أربع ربع وهذه هي موجب ربع هذا اللي فالآن لاحظوا هذا ال Hyperfine Hamiltonian ال Hyperfine Hamiltonian قسم لي ال Ground State اللي سميناه 1 S ال Ground State لذرة ال Hydrogen قسم لي ال 2 Levels ال Level الأول Level الأول هو عبارة عن Triple State Triple State شو عمل زاد الطاقة زاد الطاقة الآن Singlet State نزل الطاقة نزل الطاقة بمقدار ناقص 3 أربع في هذا في هذا كل في هذا كل فنزل الطاقة الآن لاحظوا يا جماع الآن ما هو فارق الطاقة طبعا هذا ال State موجود موجود في ذرة ال Hydrogen الآن عندما ينتقل الإلكترون إذا كان الإلكترون ضمن ضمن Triple State Triple State وانتقل إلى Singlet State فإنه سيفقد طاقة ما مقدار الطاقة اللي يفقدها مقدار الطاقة اللي يفقدها اللي هي الفارق بين هذا المستوى هذا المستوى الفارق بين هذا المستوى وهذا المستوى هو نفس الثابت في ربع ناقص ناقص ثلاث أربع شو تساوي واحد فيطلع عنا هذا المقدار هذا هو فارق الطاقة فارق الطاقة هذا ممكن أنه ينطرق على شكل إشعاع كما هنا موضح على شكل إشعاع هذا هذا فارق الطاقة لما نحسبه الآن ساعة نجي لإصلاد اللي بعده ممكن أنه أوريكم كيف نحسبه لما نحسبه يطلع تقريبا خمسة فاصلة تسعة اللي هي خمسة فاصلة ثمانية ثمانية ضرب عشر قوة ناقص ستة إلكترون فولت لاحظوا قديش خمسة قول ستة بالمليون إلكترون فولت رقم صغير جدا حتى أنه أصغر بألف مرة من الفاين ستركتر كوريكشن الفاين ستركتر ستركتر كوريكشن فأصغر بألف مرة هذا ستة بالمليون تقريبا الآن إذا انطلقت هذه الطاقة على شكل إشعاع كهرومغناطيسي ممكن أن نحسبها فوجدنا بأنه الويف لينك الذي ينطلق يساوي طوله 21 سنتيمتر يعني بمعنى آخر هاي تقع ضمن ما يسمى المايكرو ويف رينج المايكرو ويف رينج 21 سنتيمتر هذا الـ 21 سنتيمتر موجود في الخلفية الكونية بكثرة يعني يمكن يعني استطاع العلماء أنه قيسوم وموجود بكثرة نتيجة أنه ينتقل الإلكترون من الـ بمعنى آخر بما أنه هذا الخط من الإشعاع الذي يساوي 21 سنتيمتر الطول الموجي موجود هذا يدل على صحة فرضية hyperfile structure فالآن إذا جئنا حسبنا الطاقة زي ما ذكرنا شو راح يظلي عندي راح يظلي عندي هذا الثابت فقط لأنه ربع ناقص ناقص ثلاثة أربعة تطلع واحد مضرور في هذا الثابت هذا الثابت أربعة gp h تربيع h تربيع gp h تربيع أعتقد أنه هنا نحن عام دين هناك h تربيع missing بالأمر في هناك h تربيع missing في هذا الأمر راح أتأكد منها وراح أكتب لك إياها إن شاء الله راح أتأكد منها راح أكتب لك إياها خلينا سامحوني أرجع إلى الكتاب ممكن أني ألاقيها ترجمة نانسي قنقر من الأجبار آه نعم نعم وجدت هنا هنا آسف هاي هاي قوة قوة أربعة هاي منين يجتنا يجتنا إنه إحنا كانت إحنا إجتنا إنه حولنا حولنا آه بعض الثوابت إلى آه بور راديوس فكتبناها أي قوة أربعة فهاي راح تطلع آه قوة أربعة هنا قوة أربعة راح تجينا إتش بار قوة أثنين مع الإتش بار اللي من الخارج فراح تكون عبارة عن قوة أربعة فهنا هذه ليست هذه قوة أربعة خلينا أعدلها هنا هاي قوة أربعة وليست اثنين خلينا أعدلها كمان على الصفحة هنا قوة أربعة قوة أربعة نعم فتطلع قوة أربعة إذا فكينا الآي قوة أربعة راح ترجع لنا نفس الثوابت السابقة الآن إذا جينا نحسبها راح تطلع فور جي إتش قوة أربعة انسى السي حاليا على ثري أم بي في أم إي تربيع في سي تربيع في أ قوة أربعة الآن عشان أنا أوجد هذه القيم وأثبت أنه تساوي خمسة فاصلة تسعة بالمليون إلكترون فولت هنا الأم إي بدي أضربها بسي تربيع أنا في عندي أصلا سي تربيع أولى بدي أضربها بسي تربيع ثانية لأنه الأم إي هي تربيع بالأصل فراح تطلع أم إي في سي تربيع لكل تربيع بمعنى آخر أنا أضفت هنا بالمقام سي تربيع والأم بي أيضا تحتاج سي تربيع عشان تصبح بدلالة الكتلة بدلالة الطاقة فأصبحت سي تربيع في سي تربيع بالأسفل سي قوة أربعة بالأعلى ضربت بسي قوة أربعة فأصبحت إتش بار في سي قوة أربعة هايها الآن ليش أنا أضرب بسي لأنه إتش بار في سي قيمتها معروفة 197.3 إلكترون فولت نانوميتر الأم إي سي تربيع تساوي 511 ألف اللي هي نصف ميجا نصف ميجا إلكترون فولت اللي هي 511 ألف إلكترون فولت والأم بي كتلة البروتون في سي تربيع اللي هي بوحدات الطاقة تساوي 938 ضرب عشر قوة ستة إلكترون فولت ضرب عشر قوة ستة إلكترون فولت أو مليون إلكترون فولت الجي بي ذكرناه سابقا 5.59 والبور راديس اللي هو الأي تساوي نصف نانو 5 بالمية نانوميتر 5 بالمية نانوميتر ليش النانوميتر؟ لأنه الإتش سي أخذتها بدلالة النانوميتر النانوميتر الآن إذا إجينا حسبنا الطاقة راح نجد بأنه طاقة خمسة فاصلة تسعة ضرب عشر قوة ناقص ستة هاي ممكن أن أجيب لكم إياه في الامتحان النهائي إنه تحسبها ممكن إني أغير بإشي من هذه المعادلة فتحسبوا لي إياه الآن الويبلينكث ممكن حسابه من خلال إنه يا جماعة دلتا إي دلتا إي الطاقة شو تساوي؟ تساوي إتش في نو إتش في التردد طيب التردد شو يساوي؟ نحن نعلم بأنه سرعة الضو تساوي لمدة في التردد في نو إذا النو شو تساوي؟ تساوي سي على لمدة فهاي راح تطلع دلتا إي تساوي إتش سي على لمدة لمدة شو تطلع؟ تطلع إتش سي على دلتا إي فهي إتش سي على دلتا إي فإذا حسبناها راح تطلع واحد وعشرين سانتي متر حيث أن الإتش سي تساوي هذا المقدار هذا المقدار الآن كما ذكرنا سابقا بأنه هذا الخط من الويف فانكشن يعني مشهور جدا ويمكن قياسه ضمن الكون هذا من نسبة لمحاضرة لهذا اليوم يعطيكم العافية ودمتم خير